اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية يحتاج الجسم الى فيتامين دال للقيام بوظائفه ويحافظ على سلامته ويبني عظاما قويا يمكن ان يسبب عدم الحصول على كمية كافية من الفيتامين دال العديد من المشاكل الصحية كالكساح عند الاطفال وتخلخ العظام عند البالغين وذلك لان الفيتامين دال ضروري للكثير من اعضاء الجسم المختلفة يساعد هذا البرنامج على ادراك اهمية الفيتامين دال للجسم بشكل افضل ويوضح كيف يمكن التحقق من حصول الجسم على الكمية التي يحتاج اليها من هذا الفيتامين الفيتامين دال هو مادة غدائية توجد في بعض انواع الطعام وهو يوجد في الخلايا في جميع انحاء الجسم يحصل الجسم على الفيتامين دال من خلال التعرض لضوء الشمس وعن طريق الطعام الذي نتناوله يساعد الفيتامين دال الجسم على الاستفادة من الكاسيوم والفسفور والكاسيوم عنصر اساسي لبناء عظام قوية كما ان الفوسفور عنصر اساسي في نمو الخلايا والانسجة وصيانتها والمحافظة عليها سالمة قد تصبح عظام الاطفال الذين لا يحصلون على كمية كافية من الضيتامين دال رقيقة ولينة وهشة حيث تدعى هذه الحالة باسم الكساح او الرخد كما ان عظام البالغين الذين لا يحصلون على كميات كافية من الضيتامين دال تصبح ضعيفة ان تلي العظام وتخلخ العظام هما مرضان ينجمان عن عوز او نقص الضيتامين دال الفيتامين دال ضروري للعضلات والاعصاب ايضا تساعد العضلات الجسم على الحركة اما العصاب فهي ضرورية لنقل الاحاسيس اوامر الحركة بين الدماغ وكل جزء من اجلاء الجسم تصبح العضلات ضعيفة اذا لم تكن كمية الفيتامين دال في الجسم كافية كما ان الفيتامين دال ضروري ايضا من اجل جهاز مناعي قوي يقاوم الجهاز المناعي غزو الكائنات الدقيقة كالجراتيم والفيروسات للجسم عوز فيتامين دال تسمى الحالة التي لا يحصل فيها الجسم على كمية كافية من الفيتامين دال باسم عوز الفيتامين دال تصبح العضلات والعظام ضعيفة ومؤلمة اذا لم تتوفر كمية كافية من الفيتامين دال يمكن ان يسبب عوز الفيتامين دال عند البالغين تخلخ العظام او تلين العظام تكون كثافة العظم ناقصة عند الإصابة بتخلخ للعظام لذلك تكون هشة سهلة الكسر تصبح العظام لينة ومشوهة عند الإصابة بتليّن العظام وتسمى هذه الحالة عندما تصيب الأطفال باسم الكساح أو الرخد وهي تنجم عن عوز الفيتامين دال أيضا يتضمن الأشخاص المعرضون للإصابة بعوز الفيتامين دال البالغون الذين تجاوز السبعين من العمر الكهول البالغون الذين قد أصيبوا بكسر في أحد عظامهم النساء الحوامل والأمهاد اللوات يرضعن أطفالهن ومن الأشخاص الآخرين المعرضين للإصابة بعوز الفيتامين دال الأشخاص ذو البشرة الداكنة الأشخاص الذين يعانون من السمنة الأشخاص الذين لا يتعرضون لضوء الشمس لفترات كافية كما يتضمن المرضى المعرضون لخطر عوز الفيتامين دال الذين يعانون من مرض كولوي أو كبيدي مزمن مرضى داء التليّف الكيسي والأشخاص الذين يعانون من أمراض الالتهابية في الأمعاء تؤدي هذه الأمراض إلى عدم الخضرة على امتصاص العناصر الغذائية ومن المرضى الآخرين المعرضين لخطر عوز الفيتامين دال المرضى الذين يستعملون أدوية معينة كأدوية الكوليسترول وأدوية الأيبس المرضى الذين خضعوا لعملية مجازة معدية برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com أكثر من خمسة آلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية مصادر فيتامين دال يمكن الحصول على الفيتامين دال من ثلاثة مصادر عن طريق الجلد ومن الطعام ومن المكملات الغذائية يصنح الجلد الفيتامين دال عندما يتعرض للأشعة فوق البنسجية B الصادر عن الشمس UVB ولذلك فإن البقاء في الظل واستخدام حاجبات الأشعة الشمسية أي الواقيات الشمسية يحد من قدرة الجلد على صنع الفيتامين دال كما أن الجلد الداكن يصنع كميات أقل من الفيتامين دال أيضا ولكن ينبغي أيضا عدم الإفراط في التعرض لأشعة الشمس خوفا من الإصابة بسرطان الجلد يمكن الحصول على الفيتامين دال من الطعام الذين تناولوا ومن أنواع الطعام الغنية بالفيتامين دال صفار البيض والكبد والأسماك البحرية كالسلمون والتونة كما يحتوي الفطر أيضا على كمية صغيرة من الفيتامين دال هناك بعض أنواع الطعام التي يضاف إليها الفيتامين دال وتسمى هذه الأطعمة مدعمة بالفيتامين دال ومنها الحليب وحبوب الإفطار وعصير البرتقال والزبادي ويمكن التأكد من إضافة الفيتامين دال إلى هذه الأطعمة عن طريق قراءة اللساقة الموجودة على العبوة يتوفر الفيتامين دال أيضا على شكل متممات غذائية للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على كمية كافية منه عن طريق الغذاء أو التعرض لضوء الشمس وتتوفر هذه المتممات على شكل حبوب غالبا ويمكن الحصول عليها من الصيدليات أو محلات التموينات الغذائية يوجد الفيتامين دال في معظم المتممات التي تحتوي على فيتامينات متعددة يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية حول مدى حاجة الشخص إلى الفيتامين دال وما هي الجرعة المناسبة له قد يتأثر الفيتامين دال أو يؤثر في أي أدوية أخرى يتناولها الشخص تخدر كمية الفيتامين دال التي ينبغي للشخص أن يأخذها كل يوم بالوحدات الدولية وتعتمد الكمية الضرورية على عمر الشخص وحالته الصحية الكمية التي ينصح بها للأطفال منذ الولادة وحتى سنة واحدة هي أربعمائة وحدة دولية أما الجرعة من عمر سنة وحتى سبعين سنة فهي ستمائة وحدة دولية يجب أن تتناول المرأة الحامل أو الأم التي ترضع طفلها ستمائة وحدة دولية كل يوم أما الكمية التي ينصح بها للمسنين الذين تجاوزوا السبعين سنة فهي ثمانمائة وحدة دولية كل يوم يجب على الشخص أن يستشير مقدم الرعاية الصحية حول الكمية التي عليه تناولها إذا كان من ذوي الخطورة العالية للإصابة بعوز الفيتامين دال يقوم مقدم الرعاية الصحية فضلا عن تحديد الجرعة اليومية المناسبة من الفيتامين دال بتحديد الجرعة العظمى أيضا يجب أن لا يستهلك الرضع أكثر من 1500 وحدة دولية من الفيتامين دال يوميا وأن لا يستهلك الأبصال الذين أعمارهم بين سنة واحدة وثمان سنوات أكثر من 3000 وحدة دولية في اليوم وأن لا يستهلك البالغون أكثر من 4000 وحدة دولية في اليوم التسمم بفيتامين دال على الرغم من أنه من غير المألوف أن يتناول الشخص كمية فائدة كثيرة من الفيتامين دال لكن هذه الإمكانية تظل قائمة يحدث التسمم بالفيتامين دال عادة نتيجة تناول كمية كبيرة منه على شكل متممات غذائية ولكن لا يحدث التسمم بالفيتامين دال في العادة نتيجة الحصول على كمية كبيرة منه من خلال الطعام أو من خلال التعرض للشمس يمكن أن يؤدي التسمم بالفيتامين دال إلى ارتفاع مستوى الكالسوم في الدم مما يسبب الأعراض التالية الوهن الغثيان والتقيؤ كثرة التبول الإمساك نقص الوزن نقص الشهية للطعام التشوش أو التخليط الذهني عدم انتظام ضربات القلب تشكل الحصيات الكلوية يمكن معالجة التسمم بالفيتامين دال عن طريق التوقف عن تناول أية متممات تحتوي عليه وتناول كمية أقل من الكالسيوم كما قد تدعو الحاجة أيضا إلى تناول بعض الأدوية أو دخول المستشفى ينبغي عدم البدء بتناول متممات الفيتامين دال قبل استشارة مقدم الرعاية الصحية كما يجب عدم تجاوز الجرعة التي حددها إن الالتزام بذلك يمكن أن يساعد على الوقاية من التسمم بالفيتامين دال إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة يحتاج الجسم إلى البيتامين دال من أجل المحافظة على صحته والقيام بوظائفه يساعد الفيتامين دال الجسم على امتصاص الكالسيوم الذي تحتاج إليه العظام ليس فقط لنموها وإنما لتبقى قوية طوال الحياة يمكن أن يؤدي نقص الفيتامين دال إلى أمراض عظمية مثل تخلخ العظام أو الكساح أي الرخد كما أن للفيتامين دال دورا في بناء الأعصاب والعضلات والجهاز المناعي أيضا يمكن الحصول على الفيتامين دال من ثلاثة مصادر مختلفة عبر الجلد ومن الطعام وعلى شكل متممات غذائية يصنع الجسم الفيتامين دال بصورة طبيعية بعد التعرض لأشعة الشمس ولكن التعرض المديد لأشعة الشمس قد يؤدي إلى شيخوخة الجلد والسرطان الجلدي لذلك يسعى كثير من الناس للحصول على الفيتامين دال من مصادر أخرى تكون بعض أنواع الطعام غنية بالفيتامين دال كصفار البيض والأسماك البحرية والكبد كما أن الفيتامين دال يضاف في كثير من الأحيان إلى بعض أنواع الطعام الأخرى كالحليب وحبوب الإفطار يمكن تناول الفيتامين دال على شكل متممات غذائية أيضا ولكن يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية أولا حول كمية الفيتامين التي يجب تناولها هناك بعض الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى كمية إضافية من الفيتامين دال وهم المسنون الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم الأشخاص ذو البشرة الداكنة الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الطبية الخاصة كأمراض الكبد والتليف الكيسي وداء كرون الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو الذين أجروا عملية المجازة المعدية شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين